النبي عليه الصلاة والسلام هناك أحاديث كثيرة وردت في الحقيقة يعني أسوقها اختصارا منها ما ورد مثلا عن عبدالله بن عمر بن العاص وكان من كتاب الوحي وكتاب الصحابة فعبدالله بن عمر بن العاص قريش أنكرت عليه أنه يكتب كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء أي من السنة كلما استمع لكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيكتبه ويسجله فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وهو يغضب يرضى ويغضب ففي وقت غضب إذا تكتب عنه ربما ما تكتب عنه في وقت الغضب كأي إنسان يغضب فهذا الكلام لا يكون دقيقا أو منضبطا فعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ذهب بما قالت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قريشا قالت كذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب خد بالك بأكتب إيه اكتب السنة اكتب السنة ليس القرآن لأنهم أنكروا عليه كتابة السنة قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقه ربما النبي عليه الصلاة والسلام أيد كتابة عبد الله بن عمر بن العاص لحديثه صلى الله عليه وسلم